اخيرا انتهى مسلسل الشرعية في فريق شبيبة القبائل الذي صنع الحداث منذ عدة اشهر بعد تدخل العدالة لتنصف الرئيس الجديد يزيد ياريشان وجماعته للعودة لسدة الحكمة بعد اربع سنوات من حكم الرئيس شريف ملالة والتي عرفت مشاهد واحداث سودت صورة الفريق اكثر مما خدمتها سيما تصرحات الرجل العشوائية والعدائية التي لم يسلم منها للمسؤولين الاعلام وحتى الرجال الذين صنعوا مجد الفريق ففترة حكم الرئيس ملال انتهت بامر قضايا صارم ولغي بمنجبه السجل التجاري السابق لتنتهي عهدة خليفة المرحوم حان شريف حناشي وتبدأ مرحلة جديدة مع من كانوا سند الأكبر للمرحومة ضاربين للأنصار موعدا لبناء فريق كبير وفق أسس احترافية وبأسماء لامعة تعكس سمعة النادي القبائلي الذي تسيد قمة الهرم محليا وإفريقيا لعدة سنوات ورغم أن الكثيرين يصفون ما حدث الأربعاء بالوثبة النوعية إلا أن الأمور الجدية لم تنطلق بعد حيث يتوجب على الإدارة السابقة تقديم الحصيلة المالية وعرضها على محافظ الحسابات من أجل معرفة ما صار الأموال الكبيرة التي دخلت خزينة الفريق من المسؤولين والمؤسسات الكبيرة ناهيك عن أموال الدولة التي سخرتها عبر الصندوق الولائي لإدارة شريف ملحل ولا شك أن عديد النقاط ستستوقف أصحاب القرار في البيت القبائلي طالما أن الشبيب عاشت على وقع هزمة مالية خانقة خصوصا الموسم المنصرم حيث ظل اللاعبون وحتى المدرب لافان اشتكون من ضائقة مالية غير مسبوقة وهم الذين لم يستلموا مستحقتهم وكل طلباتهم قوبلت ببطش الرجل الأول مما دفعهم لأخذ حقوقهم عبر ججنة النزاعات بالفافة فالطريق إذا نحو تصفية الأجوال زال شقا وإدارة ملال مدعوة لتقديم الحسابات وحتى الكرات وألبسة الفريق التي أخذها من مقر نادي والتي يجب أن تعاد لأنها ملك لشبيباء لا للأشخاص